بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي المشاهدي قناة الأهلي عينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة يا بختهم إبراهيل أهلاً بك يا باش مهندس أهلاً بكا عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة رقم 825 بدأها المهندس عدلي يا بختهم مين؟ يا بختهم اللي ما بشجعوش الأهلي اللي ما بشجعوش الأهلي يا بختهم؟ يا بختهم لأنهم أقول لك حاجة الآلي ما عندهوش طرف أنه يخسر بطولة فعايش على عصابه ومجد ما يخسر بطولة مش عارف يستمتع بكل ما حققه يحاسب على ما يفقده مطالب بالاحتكار وفي كل الألعاب غيرنا بيفرح ما يتبقى من الآهل يتنافس عليه الآخرون عشان يفرح ويعملها بطولات استثنائية البطولة الأعز لدى المنافس هي تلك التي يفوز بها وتكون الوحيدة أو تكون في لعبة وحيدة أو تكون في ظرف غريب واستثنائي كله دهليز واخد بالك ولكن ما أن يفوز يعيني يعيني يا صلاة النبي أيوة كده وتشعر أن أنت خسرت الجلد والصق يبقتهم لأن عندهم أكتر من بديل الأهلي لا يستطيع أن يفرح إلا بأداء الأهلي وبتشجيع الأهلي أما منافسه فهو ينتقل من تشجيعه لفريقه ثم إلى أي فريق بلاعب النادي الأهلي يتصادف أن أحد الفرق من عشرات الفرق سواء المحلية أو الأجنبية يفوز على الأهلي حتى لو كرية المدريد عشان يحفل عليك تصور يا خبتك يالي بتقصر من رية المدريد يبقتهم لأنه يستطيع وبكل نفس مطمئنة وحدوء وريحية يقول لك يا أبو خامسة وهو خسران منك خمسة السنة دي بس اللي ها جفتك تلات إجوان يبقتهم لأنه عندما تفوز ببطولة يقول لك بس نكدت عليك بهدف هدف شيكابالا اللي نكد عليه ومطافة فرحتهم اللي عاملين نفسهم كسبوا بالبطول يبقتهم اللي سطيعوا أنهم يحولوا الأنظار عن أحداث المباراة ليحتفلوا بلحظة لم ينفروا بها في المباراة فييجي يقول لك إيه لولا كورة زيزو في ماتش القرن كان زمالك كسب هل ده أنت قابليها بدقيقة ما تجاب لي كده ياريت جابوا لنا كورة حسين الشحات وكورة زيزو في نفس المباراة حسين الشحات والمرمى فاضي فاضي ومسك سيارد الكرة بتتحط في العرضة نسيوها واعتبروا اللي بعدها بنص ساعة اللي متشاطها من برد 18 بتلفل الخارج فخبطت في العرضة إن هي دي الفرصة اللي غيرت المباراة يبقتهم يبقتهم لما يجي يقول لك لولا الكورة بتاعة أطهر الأطهر اللي ضاعت كان الغالي خرج وده حقيقي بس كمان لو الكورتين جوم لولا الكورة بتاعة هاني اللي ضاعت وأمام نفس الفريق سان داونز ما كانش الغالي احتاج لكورة الأطهر الأطهر طب لو كورتين جوم كان الغالي بقى في المركز الأول تخيل لو ضربتين الجزاء دون دخلوا في سان داونز كان خسر أربعة بونت كان الأهلي بقى الأول في المجموعة هيقول لك دا حظ الأهلي دا حظ الأهلي تخيل اللي استطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ويبلع الطعم وجمهورنا يبلع الطعم وإيه ساير يبقتهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات عندهم رئيس عبقري بجد أنا أحير أستاذ مرتضى يستطيع أن يخلق من كل أزمة أزمة بلحة وتنساها من كل موقف أزمة بلحة زكاء 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 زكاء